يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن وضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج